اشتركوا في القناة وكلمة أوكيموم يرجع أصلها إلى اليونانية وتعني النبات الملكي يتواجد الريحان بجل أنحاء العالم وتوجد منه أنواع دائمة الخضرة وأنواع موسمية أو سنوية وللقارة الإفريقية حصة الأسد من حيث التنوع هذا النوع الذي ترونه أمامكم يسمى تولسي وله استخدامات طبية كثيرة فهو مخفف للضغط النفسي ويحافظ على الوزن كما أنه مضاد للأكسدة وأما هذا النوع الذي ترونه أمامكم فهو يسمى غريت بازل أو غريت بيزل ويستخدم في الطبخ وهذا نبات الريحان الذي أحتفظ به وكما ترون فقد أزهرت بعض الأغصان ينتمي الريحان لعائلة ليميسياي وكانت تسمى قديما ليبيسياي والتي تضم السجاد أو الكوليوس والمريمية والزعتر ومرد الدوش كلها تنتمي لعائلة ليميسياي وجل أنواعها وحيدة الإزهار ويعني ذلك أنها تموت بعد الإزهار وإنتاج البذور يفضل الريحان الظل مع وجود إضاءة قوية كما يفضل سقيه بانتظام ولكن ليس بإفراط يتكاثر الريحان بالبذور والعقل في فبراير ومارس ولضمان استمرار هذه النبتة في الحياة سأقوم بقص أزهارها لإهامها بأنها لم تنتهي دورة حياتها بعد وتعد هذه الطريقة صالحة في كل الميناء اللويزة أو الأولويجة أو تيزانة وأيضا السالمية أو المريمية وأيضا في الكوليوس أو السجاد الريحان من النباتات التي لا تفضل الشمس المباشرة الحارقة أو شمس الظاهرة ولكن لا بأس من شمس الصباح أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وأن تستفيدوا منه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله